الراديو تسعين تسعين هواها مصري خلني أرجع يا دكتور للوسلتين اللي حضرتك قلتهم مبعيدين عن الوسائل دي طبعاً الوسائل الطبيعية طبيعية خلينا نبدأ فيهم كده ما أنا سأل حضرتك فيهم فضل حضرتك قلت واحدة منهم وهي السيف ديز أو الأيام الأمنة إن السيدة بتروح للطبيب بيشرح لها إزاي تحسب أيام الطبويد ويقول لها الأيام الأمنة والأيام اللي مش أمنة بص يا دكتور ماشي سأسمح لي يعني مش بتثبت فشلها هي بتثبت إنها بيمضي الفشل بشوية ليه بقى؟ لأن هل السيدة لما بتروح تعمل كده يعني تستشير الدكتور وتسأله إن أنا هنظم بالسيف ديز أغلب الدكترة للأسف مش بيقولولها هل أنت الدورة الشهرية عندك منتظمة ولا لا يبقى هل التبويض كده منتظمة ده سؤالي بقى الوسيلة السيف ديز أو التفاترات التباعد الأمنة دي أو كده فعالة في حالة واحدة في حالة انتظام الدورة الشهرية بشكل دائم بالمصطرة بالمصطرة زي ما بيقولوا كده نفس الكمية بتبدأ في نفس عدد الأيام مثلا 25 يوم بتقعد أربع أو خمسة يام بالمل يعني بنفس التاريخ بالزابط كده ودي نسبة الحقيقة مش كبيرة من السيدات بالزابط فعشان كده كتير قوم السيدات اللي بيعتمدوا على الطريقة دي بيخلفهم بيحصل لهم حمل فهنا بقى هم ايه ما يقولوش لا ما احنا عملنا اللي علينا فدي الحياة مش فعالة يعني هي فعالة بس بيحصل لغبطها في الأيام وحنا بتحسب غلط ما انت لو حسبتي يوم واحد غلط وأنا مش فاكرة والله الدورة بقى جات يوم لاتنين ولا التلات أنا مش فاكرة هو اللي مش فاكرة دي خلاص الحزبة كلها ضربت وفي الاخر للأسف بتلاقي بتاع مشكلة بين الزوجين ان انت حسبتي غلط لأ انت اللي حسبت تطلقي الموضوع ألف خناقة ومشكلك ان الطفل ده جاي كده مجاملة بالزبط كده طب كده نقصنا ايه دكتور نقصنا ان احنا نقول لا نقص ايه في الوسائل ما هو دي بقى الحاجة التانية احنا قلنا خلاص دي اللي هي ان الزوج يعني اسناء العلاقة الزوجية يتحمل مسئوليت هو السيطرة على فكرة ان القطف يكون خارج الرحم بالزبط كده فاضل بقى ان احنا نقول انه احنا لما بنقول فوايد تنظيم الاسرة فيه الفوايد لتنظيم الاسرة يا فاطمة ابعد من فكرة ان احنا نباعد ما بين الطفلين او حاجة زي كده يعني فيه فوايد للزوجة مثلا صحية تمام ان ده بيسعيد على تجنب اخطار الحمل المتكرر لان الحمل المتكرر ده مش صح عالزوجة صحتها بتروح يعني وهي عندها ولاد اما يجي لك حد ده يقولك ايه ده حرام ان انت بتروح ازاي نحنا نقص صحيا وعلميا الحمل الورا بعض وورا بعض طبعا ده غلط طبعا ده غلط وعلى فكرة فكرنيش اه لا والحمل ده رحلة مرهقة جدا 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 يا جمال ست تطلع متهلكة منها ففكرة تكرارها بشكل دائم كده كل ده ليه ما احنا عندنا ما هو العلم ووفر لنا هو وسائل صح فدي ففيه فوايد للزوجة تمام ان احنا استخدامها وفي نفس الوقت زي ما قلنا كده في بعض الانواع فيه وقاية كمان من امراض خبيثة يعني طبعا يعني تنظيم وحماية فيه فوايد لتنظيم الاسرة بتنعكس يا فاطم مع الاطفال يعني ايه تنعكس على الاطفال يعني ده بيدي تنظيم الاسرة بيوفر للاطفال المولودين بقى فعلا فرصة مثالية للحفاظ على حياتهم وصحتهم من خلال تركيز الام والاب معاهم في كل حاجة بتخصهم وبينعكس على نوع الحياة اللي عايشنا لاطفال ده وقالت احاس كثيرة بتتكلم عن اول مئة يوم في حياة الطفل وقا ده اين هم احتاج اهتمام من الام ومحتاج اهتمام في صحته ده تكوين وفكرة ان الطفل ده يعيش حياة مستقرة مع بابا ومامته بابا ومامته بياخدوا بالهم منه بيأكلوا كويس بياخدوا بالهم من صحته احنا مش ضد الطبيعة ولا قانين طبيعة لكن لازم ياخد فرصته لازم ياخد فرصته بالزبط كده تنظيم الاسرة كمان بيفيد الاسرة بيفيد بقى الاسرة نفسها لانه بيحسن نوعية الحياة اللي الاسرة دي عايشها يا فاطمة ممكن يبقى عندهم فرصة لزيادة معالم الراحة او الرفاهية او توفير الجو النفسي حتى الملاء من الاسرة دي تتفسح يجيبوا حاجات كويسة نفسهم فيها واها كذا ما بقولش ان ده افضل من الاطفال بس بقول بيدي فرصة زي ما انت لسه قيلة نشم نفسنا تنظيم الاسرة بيفيد المجتمع صح ولا غلط لانه ببساطة بيوجد التوازن الضروري ما بين موارد اي بلد ومصادر وعدد السكان بالزبط كده بيفيد العالم كله انا مش ببالغ على فكرة لانه انت لما تستخدمي موارد العالم كله من مياه لموارد طبيعية لكذا فكرة الانفجار السكاني او فكرة الحاجات دي كلها عالميا غلا منتبهة ليها والاحنا لازم ما نبقاش ما نبقاش احنا كده حتة لوحدنا من الدنيا لازم نشوف الدنيا كلها ماشية في ايه ونعمل زيهم نين كفايا حتى لو زعلوا نين كفايا بالزبط كده واهم حاجة يا فاطمة انه المعايير اللي بتحدد بيتحدد على اساسها اختيار الوسيلة الملأمة لتنظيم الاسرة هي التفاهم والاتفاق بين الزوجين ده مش قرار فردي باتش يعمل حاجة من ورد تاني والحالة الصحية للزوجة وعدد الابناء اللي موجودين فعلا يعني لو فيه طفل غير لو فيه طفلين غير لو فيه تلاتة يعني فاهم فاهم قصدي والظروف الاجتماعية للأسرة دي وفترة التنظيم المطلوبة تمام وكل ده بحبتي فوقيهم الرأي الطبي الخاص بهذه الزوجة اللي عايزة تنظم الحال اخر سؤالي دكتور هسأله في نهاية الحلقة اما الزوجة يبقى عندها أنيميا وتتعامل مع فكرة تنظيم الأسرة بانه اعمل ايه يعني من لازم امنع الحمل واغلب وسائل المنع الحمل بتجيب لي أنيميا والزوج مش عايز يتعاون فكرة ان هي عندها أنيميا عن لونجران اثروا عليها ايه عشان لو زوج كده مش عايز يتعاون بيسمعنا يفهم هو بيعمل ايه في مراته طيب خلينا بس نبدأين نقول ان الأنيميا انتي مش مستنية الحمل او تنظيمه او قدوسه في اغلب ستب تستنى تكتشف اصلا نسبة الهموجلوبين عندها كم او الانيميا عندها اخبارها ايه وقت تحليل اللي بتعملها مع الحمل ما هي دي نوقة طبع الحياة مش يعني والحقيقة ان نفس الامهات دول بيفكروا بيعكسوا هزا النمط من التفكير على ولادهم يعني بيتعاملوا يقولك ايه ابنك او بنتك يقولك ايه ما عندهم شوية انيميا ما هي لا مع فكرة هي مش شوية انيميا ما هي الانيميا دي بتفرق في الحالة الصحية بشكل عام قدرتك على بزل المجهود قدرتك على اداء دورك في الحياة اللي انت المطلوب منك قدرتك لو طفل بقى قدرته على اللعب قدرته على الاكل قدرته على التحصيل الدراسي يبقى مبدئيا انت كزوجة تعاني من الانيميا ارجوكي علج الانيميا ارجوكي علج الانيميا وعلاج الانيميا دلوقتي لحسن الحظ بياخد اكتر من مصار في حاجة اسمها العلاج الغذائي وفي حاجة اسمها العلاج الدوائي وفي حاجة اسمها العلاج المشترك يعني الاتنين مع بعض ومتالي المشترك ده اكثر فعليه بالزبط كده تاني حاجة انه وسائل تنظيم الاسرة لو انت عندك حالة صحية زي دي لازم الزوج يلعب هنا بقى دور يعني فاهمة قصدي بالزبط كده على اقل الفترة اللي هي مش هقولك على اقل بس يعني على اقل مارس دورك بقى مارس مسئوليتك لان الانيمني دي يا دكتور بعض الزوج بتبقى فاكرها رقم في التحليل لا هو المتالي بينعكس على الطاقة اللي هي قادرة تعملها طبعا وما تستهونش انك تلاقيها قاعدة كده في نهاية اليوم تعبانة او مرهقة او كلها من الانيميا على فكرة فانت ما تزودش هذه الاعباء وانت في ايدك ده حتى من باب التراحم حتى والرحمة انت كزوج جزء اساسي من رجلتك بيقاس بفكرة ان انت بتريح مراتك فانت لما يبقى في ايدك انك بتريحها بانك ممكن تشارك انت في عملية التنظيم دي بوسائل الخاصة بيك انت ده قمة الحب والمودة والرحمة يعني اللي هم جوهر الزواج وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة يا دكتور يعني متنكرش ان انا وديتك هناك ومتك هنا ويعني فستختك معنا انا الحقيقة رحت ناحية منطقة ما جدتش اتوقع خالص ان احنا نتكلم فيها ودي على فكرة مناسبة يمكن ناس كتير ما يعرفش الحكاية دي ان احنا بنختار الموضوع اللي هنتكلم فيه وإحنا عادين يا جماعة يعني اقسم بالله قبل ما بنطلع على الهوى بدقيقة يبقى دايما معتمد على ايه الحاجات اللي انتو فكرتوا فيها عملتوا عليها سيرج كتبتوها عدوش بنحاول ان احنا نرجي معاكم ايوة يعني من خلال متابعتنا لأسئلتكم من خلال حاجات حصلت معنا احنا بشكل شخصي او ملاحظات احنا لاحظناها فبنختار المواضيع ويمكن ده اللي بيخلي المعلومات فيها حيوية اكيد طبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من اجيل فاطمة مصطفى احلى ميس عليك واحلى ميس على حضرتك اه